اشتركوا في القناة من بداية الوحدة الرابعة واحنا بندرس ازاي نحسب المحيط والمساحة باستخدام القوانين الخاصة بكل شكل هندسي سواء المستطيل او المربع طيب لو عرفنا المحيط والمساحة وعرفنا واحد من الابعاد ليالطول او العرض ازاي نحسب البعد المجهول هو ده اللي هنركز عليه النهاردة في الدرس التالت من الوحدة الرابعة ما القيمة المجهولة هنتدرب النهاردة على استخدام القوانين علشان نحسب منها البعد المجهول باستخدام المحيط او المساحة وبعض الابعاد التانية تعالوا زي ما احنا متعودين دايما نبدأ في درسنا باول جزء استكشف في صفحة 172 في الكتاب اللي موجود معاك هتلاقي فيه معلومات قيمة عن النمل الناري اللي درسنا النهاردة بيركز عليه هسيب لكم وقت تقروا المعلومات دي وبعدين تكملوا نموذج تحليل الاخطاء اللي بيوضح ازاي زملنا امير المتخصص في دراسة النمل حل المسألة هتلاقي الكلام دا موجود في صفحة 174 والمطلوب مننا ان احنا نساعده يعرف ايه الصح في الحل بتاعه وايه اللي من الصح ونوجهه ازاي يوصل للحل الصحيح بطرقاتنا يلا بينا تعالوا مع بعض نشوف المسألة كانت ايه ونشوف امير عمل ايه ونوضح له الاجزاء اللي هو عملها صح واللي هو عملها غلط طبعا في المسألة ان امير كان عايز يستخدم الابعاد علشان يحسب مساحة التل اللي النمل بيتحرك فيه بس امير استخدم الابعاد في انه يحسب محيط المستطيل وطلع الناتج بتاعنا 40 متر طيب تعالوا نكتب في العمود الاول اللي هو عمله بشكل صحيح طبعا هو حسب المحيط بطريقة صحيحة تعالوا نكتب ده في العمود الاول يبقى امير هنا حسب المحيط بشكل صحيح كويس جد طب ايه الخطأ اللي هو عمله الغلطة اللي عملها امير انه حسب حاجة تانية غير اللي مطلوبة في السؤال كان طالب في السؤال يحسب المساحة بتاعة التل اللي على شكل مستطيل تعالوا نكتب بقى في العمود التاني الغلطة دي هنكتب انه هو حسب المحيط بدلا من المساحة كويس جدا طب تعالوا نكتب في العمود التالت الحل الصحيح الحل الصحيح انه عايز يحسب المساحة ويستخدم القانون بتاع المساحة اللي درسناه قبل كده وطبعا كلكم فاكرين قانون المساحة قانون المساحة اللي كان الايه بتساوي الطول اللي هو اللينس في العرض اللي هو دبيو طيب الطول عندنا كام الطول عندنا اتناشر والعرض عندنا تمانية يبقى لما نحسب المساحة نضرب الاثناشر في تمانية وهيدينا ستة وتسعين متر مربع وهي دي الاجابة الصحيحة عايزين نفتكر هدفنا النهاردة في جزء تعلم في صفحة 174 اننا نستخدم فهمنا لقوانين المساحة والمحيط علشان نحسب الابعاد المجهولة هنتناقش مع بعض في نوع جديد علينا من المسائل بتهتم بالبحث عن الجزء المجهول في المسألة واول مسألة نشوفها في جزء تعلم هي مستطيل مرسوم ومتوضح عليه محيطه المحيط كله ستة وعشرين وحدة ده المحيط ودينا كمان في المسألة عرض المستطيل اللي هو خمس وحدات ده عرض المستطيل وطبعا المجهول عندنا اللي هو الطول اللي مش معروف اللي هو اكس من الوحدات ده الطول طيب احنا دلوقتي المجهول ده هو ده اللي احنا عايزين نحسبه تعالوا نكتب مع بعض في الكتاب عندنا في صفحة مية خمسة وسبعين وانحل مع بعض تعالوا نفتح الكتاب صفحة مية خمسة وسبعين وعايزك تكتب معايا وإحنا بنحل صفحة مية خمسة وسبعين هنمشي باستراتيجية جديدة للحل مكونة من ثلاث خطوات اولا المعلوم بالنسبة لنا يعني ايه المعلومات اللي هو الدهالي في المسألة وحنا عارفين طبعا ان الارقام اللي هو الدهالي في المسألة المحيط والعرض تعالوا نكتب ده في اول سؤال طيب هنكتب هنا في المعلوم المحيط والعرض دي كانت ارقام معلومة بالنسبة لنا طيب ايه المجهول اللي هو طلبه مني المجهول اللي هو طلبه مني طول المستطيل يبقى اكتب له الطول طيب الخطوة الثالثة بيقول لي ازاي نستخدم المعلوم علشان نحسب المجهول طبعا احنا عارفين ان المستطيل ليه بعدين اللهم طول وعرض والطول بيتكرر مرتين والعرض بيتكرر مرتين يبقى المحيط عبارة عن طولين زائد عرضين فاكرين لما كنا بنكتب القانون بالشكل ده كنا بنقول في الاول ان المحيط اللي هو البي بتساوي طول زائد عرض زائد طول زائد عرض او كنا بنقول المحيط بيساوي طولين اللي هو L و L زائد W و W اللي هو عرض و عرض احنا عندنا العرض خمس وحدات يبقى العرض اللقصاد و خمس وحدات زيه وبالتالي مجموع العرضين هيبقى عشر وحدات كده مجموع الطولين زائد العرضين ستة وعشرين وحدة تعالوا نكتب الكلام ده يعني عندنا الطولين زائد العرضين بيساوي ستة وعشرين وحدة كويس جدا طيب يعني الطولين اللي هم مجهولين بالنسبة لي لكن العرضين عندي موجودين اللي هم العشرة يعني الطولين زائد عشرة بيساوي ستة وعشرين وحدة قربت كده أحسب المسألة طيب تعالوا علشان نحل المسألة دي نستخدم النموذج الشريطي اللي كنا بنحل بيه مسائل الجمع والطرح قبل كده كده المحيط بالنسبة لنا هو الكل والطولين والعرضين هم الجزء تعالوا نمثل الكلام ده بالنموذج الشريطي هنكتب فوق هنا المحيط اللي هو ستة وعشرين ده الكل وهنا عندي الجزء المجهول الطولين وعندي الجزء المعلوم اللي هو العرضين عشرة يبقى الطول هيبقى كام أو الطولين هيبقوا كام طبعا هنقول ستة وعشرين ناقص عشرة طب ستة وعشرين ناقص عشرة يبقى الطولين بيساوي يبقى الطولين هيساوي ستاشر طيب احنا دلوقتي عندنا الطولين واحنا متفقين ان الطولين دول بيبقوا قد بعض يبقى عايزين نجيب ال 16 دي عبارة عن كام زائد كام يكونوا عددين زي بعض يبقى الطول الواحد هيكون 8 وحدات وهو ده الطول اللي مطلوب مننا ونقدر نكتبها كده ان الطول هيساوي 8 وحدات تعالوا بقى نحل المسألة التانية بنفس الطريقة في المسألة التانية عندنا مستطيل مرسوم ومتوضح عليه المساحة اللي هي 50 وحدة مربعة والطول موجود عندي اللي هو 10 وحدات لكن العرض مش موجود العرض اللي هو X وحدات ده دي حاجة مجهولة عايزين نحسبه يعني يبقى اللي معلوم بالنسبة لنا الطول والمساحة تعالوا نكتب ده في السؤال الرابع المساحة والطول طيب المجهول بالنسبة لنا اللي هو العرض يبقى نكتبها في رقم 5 طب ازاي نستخدم الحاجات اللي موجودة عندنا او المعلومة بالنسبة لنا علشان نجيب المجهول بس المرة دي بقى علشان نجيب المجهول هنستخدم قانون المساحة فاكرين قانون المساحة ايوه اللي هو ال-A بتساوي الطول اللي هو ال-L في العرض اللي هو W كل الكلام ده كان من دهولي خمسين وحدة مربعة طب احنا عندنا الطول وعايزين العرض طب الطول كان كام الطول كان عشرة في العرض اللي هو W بيساوي خمسين يعني قدرت دلوقتي توصل يعني احنا عايزين ندور على العدد اللي نضربه في عشرة يدينا الناتج خمسين او ممكن نحول الضرب الاسمة نقسم الخمسين على عشرة هيبقى الناتج خمسة وهيكون هو ده العرض بتاعنا يعني نقدر نقول ان ال-W بتساوي خمس وحدات طبعا احنا دلوقتي بعد معرفنا ازاي نستخدم قانون المحيط والمساحة في ايجاد الجزء المجهول عندنا دلوقتي نشاط ولعبة اسمها نشاط السرعة في الكتاب عندك في صفحة 176 بس المرة دي اللي هشترك معانا في تنفيذ النشاط ده مجموعة من زمالكم تعالوا نرحب بيهم ونقول مع بعض التعليمات بتاعت النشاط ده وازاي هننفزه يلا بينا تعالوا نرحب مع بعض بزمالكم اللي موجودين معانا وهيشاركونا النهاردة في النشاط اللي هننفزه في درس النهاردة اهلا يا فاطمة الحمد لله عامل ايه تمام الحمد لله الرياضيات عامل ايه كويس سهلة ام ازايك يا صلاح كويس تمام تمام ما شاء الله صوتك تمام جاي النهار ده مستعد جيد تمام جميل ازايك يا شنة الحمد لله عامل ايه كويس مستعدة شاركي نشاط النهاردة اكيد يلا بينا تمام عايز اقول لكم النهاردة على تعليمات النشاط بتاعنا وتركزه معايا تمام تمام النشاط بتاعنا هدي كل واحد فيكو عدد من البطاقات او الاوراق مكتوب عليه سؤال والمطلوب مننا ان احنا نحل اكبر عدد من الاسئلة اللي معانا في الورق او البطاقات ونسجل خطوات الحل معانا في الجدول اللي انا هدهولكو معاك برقم السؤال بتاعه احنا عندنا ستة اسئلة وعندنا الورقة بتاعت الجدول فيها ست جداول تسجل في كل سؤال الحل بتاعه تمام يلا بينا جاهزين جاهزين هديكو تلات دقايق اكتر واحد هيحل عدد من الاسئلة هو اللي هيبقى فايز معانا في نشاط النهاردة يلا بينا يلا بينا يلا بينا خد يا فاطمة الورق بتاعك خد يا صلاح شكرا خد يا شانا شكرا يلا هجيب لكو قلم يلا خد قلمة هي كل واحد فيكو هتلاقي معاه ورق اسئلة والجدول اللي هتسجل فيه الاجابات بتاعتك يلا جاهزين نبدأ نحسب وقت يلا بينا لو حد احتاج اي حاجة يسألني حافظين قوانين المحيط والمساحة كده وقتنا انتهى تعالوا نشوف كل واحد فيكو حل كام مسألة ونشوف هو حل المسائل صح ولا غلط هنسأل فاطمة حلتي كام مسألة فاطمة واحد واربعة واحد واربعة انتي بتختاري السهل ولا ايه يعني حلتي اتنين كويس انت حلت كام يا صلاح واحد واثنين حلت واحد واثنين مسألتين برضو طيب جانا حلتي كام مسألة يا جانا واحد واربعة وستة واحد واربعة وستة يعني تلات مسائل لو المسائل بتاعتك يا جانا طلعت كلها صح يبقى اكيد انت اللي هتبقي فايزة خلاص طيب تعالوا نشوف بقى بالترتيب هنشوف اللي حل المسألة الاولانية وتعالوا نحل هنا في الجدول علشان زما يلكوا كمان يشوفوا الحل اللي احنا حلناه يلا بنا هنسأل صلاح المسألة الاولانية يا صلاح اللي كان مديك فيه ان محيط الورقة مية واثنين سنتر وعايز يعرف الطول بتاعها ومديك العرض واحد وعشرين سنتر قل لنا حسبة الطول ازاي عشان كان الطول واحد وعشرين كويس والطول اللي تحته برضو ايوه كانوا برضو واحد وعشرين اه واحد وعشرين وواحد وعشرين كويس يعني اللي اتنين موها بعض اتنين واربعين كويس جدا كمل دول اه نقص اتنين واربعين من مية من مية واثنين اللي هو المحيط كله اه كويس جدا ها دينا الناتج ستين الناتج ستين اه الستين ده بتاع مين بقى تلاتين هنا ايوه تلاتين في الطول أيوة و30 أصاده في النهاية الثانية جميل المسألة دي صحيحة تعالي نكتبها بقى يا صلاح زي ما أنت حلتها كده احنا عارفين أن البرمتر عبارة عن 2 لينس و2 ويتس يعني 2 طول و2 عرض فاحنا عندنا هنا 102 اللي هم المحيط فيهم 2 لينس اللي احنا عايزينهم زائد الـ 2 ويتس اللي انت جمعتهم كانوا عندك كام 42 صحي كده؟ صحي يبقى عشان نجيب الـ 2 لينس دول هنطرح الـ 102 ناقص الـ 42 اللي هم 60 يبقى اللينس الواحد كان 60 يعني هنقسمها لـ 30 وإيه؟ و30 يعني اللينس كان 30 سنت صحي كده؟ انت حلتي مسألة واحد يا فاطمة صح؟ حلتيها بنفس الطريقة كده؟ طلعت الطول عندك 30 كويس جدا انت حلتي واحد يا جنة طلعت برضو الطول عندك 30 طب كويس جدا يبقى كده كله حل مسألة واحد بشكل صحيح تعالوا نشوف المسألة التانية المسألة التانية كان عندي مديني محيط قطعة الحلوة 36 سنت وعايز العرض بتاعها وداني الطول قداني العرض بتاعها 5 وعايز الطول مين اللي حل مسألة التانية؟ اه اه انا انت حلت المسألة التانية صلاح؟ اه طب كويس او تقدر تقول لنا حلتها ازاي؟ صانية ها اجي نفس فكرة المسألة الاولى صح؟ اه يلا قل لنا بقى انت عملت ايه؟ اه انت اعتمدت عالقانون ده برضو صح؟ صح كويس جدا ها مديك العرض خمسة يبقى فيه قصاده ايه؟ خمسة خمسة كمان يبقوا كده كام؟ عشرة عشرة طب انا عندي المحيط كله كام؟ 36 عبارة عن عشرة زائد اتنين لينس صحي كده؟ يبقى عشان اجيب اللي اتنين لينس هطرح الستة وتلاتين ناقص العشرة هيديني كام بقى عندك؟ 26 26 كويس جدا عملت ايه في الستة وعشرين دول بقى؟ اه 26 ايوة اه الستة وعشرين دول بتوع كام طول؟ الطولين ولا طول واحد بس؟ اه طولين الطولين يبقى عشان اجيب طول واحد اشوف ايه الرقم اللي اجمعه ماشي؟ على نفسه يديني ستة وعشرين يعني رقمين زي بعض اجمعهم يديني ستة وعشرين كام؟ 13 13 و13 يبقى الطول اللي عندك 13 سنتي والحل بتاعك ده حل صحيح وشكرا لك يا صلاح بحييك بجد كويس جدا تعالوا نشوف المسألة التانية ونشوف مين اللي حلها انت اللي حلتها يا صلاح صح؟ صح تمام المسألة التانية كان بيقول ان محيط قطعة الحلوة ستة وثلاثين ومديني العرض بتاعها خمسة وعايز الطول قلنا بقى يا صلاح انت حلتها ازاي؟ العرض بتاعها خمسة خمسة وخمسة تانية اه اللي هو العرض التاني يبقى كم؟ خمسة وخمسة عشرة كويس جدا يبقى طرحت بقى من الستة وتلاتين تمام تعالوا نكتب الكلام ده يعني انت عندك المحيط كله لو كان ستة وتلاتين عبارة عن عشرة زائد طولين صحي كده؟ صحي كويس اوي وبعدين عملت ايه؟ طرحنا بقى؟ ايه يعني عشان تجيب الطولين طرحت ستة وتلاتين ناقص عشرة اديلك كم؟ ستة وعشرين ستة وعشرين طب الستة وعشرين دول بتوع الطول الواحد ولا الطولين؟ الطولين انت عايز تجيب ايه؟ الطول الواحد يعني هتعمل ايه؟ هتكون تلاتتاشر ايوة و تلاتتاشر برافو عليك يا صلاح يعني الطول الواحد لا هو هيكون تلاتتاشر وعشرين اه اللي هو مجموحهم ستة وعشرين يبقى الطول الواحد تلاتتاشر صمتي وده حل صحيح برافو يا صلاح بحييك عظيم يا صلاح من يومك طيب هنشوف المسألة الرابعة مين اللي حلها انت حلت المسألة الرابعة فاطمة ايو كويس الاجابة عندك كم 6 الاجابة 6 تمام لان هو كان مديك المساحة بتاع المستطيل كلها 42 وكان مديك يبعد فيهم 7 فانت ضربت السبعة في كم تديك 42 يبقى السبعة في كم 6 في 6 فعلا هنحل المسألة الرابعة هي اعتمدت ان القانون المساحة بيساوي الطول في العرض يعني قالت ان اللي 42 بتساوي السبعة في كم فقسمت 42 على السبعة او شافت السبعة في كم بيدينا 42 وبالتالي وصلت لان العرض كان 6 سنت طيب نروح للمسألة الخامسة ما حدش حلها صح نعم مين اللي حل السبعة بقى أنا اه جانا انت حلتي 3 مسائل اه تمام قول لنا المسألة السبعة لو طلعت المسألة السبعة عندك صح يا جانا يبقى انت اللي فيزة لان انت حلتي 3 مسائل هو كان محتاج ايه عندك في المسألة كان محتاج العرض جبت العرض بتاع المستطيل كم 4 مش سامعك يا جانا 4 4 هو كان مديك المساحة كلها 36 صح صح اه وكان مديك الطول 9 اه يعني انت حلتي بنفس الطريقة اللي حلت بيها فاطمة المسألة الرابعة انت حل المسألة الرابعة صح طيب يعني المسألة الستة انت قلتي قانون المساحة بيساوي الطول في العرض والمساحة كلها كانت 36 بتساوي التسعة في كم فأسمنا ستة وتلاتين على التسعة وطلعت العرض بتاعي أربعة سنتي كويس جدا يبقى كده بنحييجنا كلنا لأن هي اللي حلت تلات مسائل في الوقت اللي احنا حددناه وهي اللي فازت معنا في النشاط شكرا لكم على مشاركتكم معنا النهاردة في النشاط بتاعنا وتمنى ان احنا نشوفكم دايما مستمتعين بالرياضيات بعد ما خلصنا النشاط واللعبة اللي احنا لعبناها تعالوا مع بعض اما نفتكر الحقائق اللي احنا درسناها عن النمل في بداية درسنا اللي كان في صفحة 177 في جزء فكر هتلاقوا رحلة قطاعها النمل الناري للوصول للطعام واللي فيها تحدي لأفكارنا وفهمنا للمحيط والمساحة هسيب لكم التحدي ده تقروه في البيت وتحاولوا انكم تحسبوا المحيط والمساحة علشان سهل عليكم تفكروا في الحل حاولوا انكم تقسموا الشكل اللي موجود عندكم لاجزاء ابسط زي اللي درسناها ولما نتقابل في الدرس اللي جاي هنتكلم بالتفصيل ازاي بنتعامل مع التحدي ده واشكال كتير زيه لكن دلوقتي تعالوا نروح لجزء التدريب في كتابنا اللي موجود في صفحة 178 و 179 ونستخدم الاستراتيجية اللي تعلمناها في درسنا النهاردة لتحديد المعلوم وتحديد المجهول وازاي نحسب المجهول هنلاقي في اول 3 اسئلة زي اللي حلناهم بالزبط تقدروا تحلوهم بسهولة لكن دلوقتي تعالوا مع بعض نروح نحل التدريبين رقم 4 ورقم 5 في رقم 4 تهاني عايزة تعمل برواز لسورة باباها اللي على شكل مربع مساحته 144 سنتيمتر مربع وعايزين نحسب طول المربع وعرضه طب تعالوا نرسم شكل كده علشان الشكل ده يسهل علينا الحل شوية هو قال لي ان المساحة بتاعت المربع ده 144 سنتيمتر مربع وطبعا علشان نحسب طول الاطار وعرضه احنا عارفين ان المربع الطول بتاعه زي العرض اللي اتنين متساويين يبقى هندور على عددين حاصل ضربهم 144 ايه العددين اللي زي بعض يكون حاصل ضربهم 144 اللي هو اللي 12 في 12 لان اللي 12 في 12 بمية اربعة واربعين وبالتالي هقدر اقول له طول البرواز بيساوي 12 سنتي وعرض البرواز هيساوي 12 سنتي اما في التدريب رقم 5 سليمان شغال في مزرعة وعايز يجدد الصور بتاع المزرعة بعد ما وقع فعمه قال له ان طول الصور كله 110 متر وعرض الصور بس 25 متر وعايز يحسب الطول هيبقى قد ايه؟ طبعا مجموع العرضين هيبقى 50 لاني لو احنا تخيلنا شكل المزرعة بالشكل ده هنا هنا اداني العرض 25 متر يبقى العرض التاني 25 متر مديني المحيط كله بيساوي 110 متر وعايز يعرف الطول هيبقى قد ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا حلينا مسألة زي دي قبل كده علشان نعرف الطول ده فهنحسب الطولين ان احنا نطرح المية وعشرة ناقص الخمسين اللي هما بتوع العرضين هيديني 60 متر كويس جدا طب لما يكون الطولين ب60 متر يبقى الطول الواحد هيساوي كام؟ هقسم 60 على الاتنين هيديني 30 متر وهو ده طول الصور بتاع المزرعة بعد ما استخدمنا فهمنا للمحيط والمساحة النهاردة علشان نحسب البعد المجهول تقدر دلوقتي تتحقق من فهمك وتعمل اسكان للكود اللي موجود في كتابك في صفحة 172 علشان تحل تدريبات اكتر اتمنى تكونوا استمتعتم بدرس النهاردة واشوفكم في درس جديد وإلى اللقاء